اشتركوا في القناة تطور الديمقراطي في المملكة اصدر الامر الملكي سامي من لدني حضرت صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بشأن تحديد معاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب والذي يوافق الثاني عشر من نوفمبر لعام 2022 وفي الحالات التي تقتضي اعادة الانتخاب تجري الاعادة في التاسع عشر من نوفمبر لتكون بذلك مملكة البحرين على موعد جديد مع عرسها الانتخابي لتواصل مسيرة عملها الديمقراطي باعتبار ان حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح واجب وطني إن الدعوة للانتخابات بالمملكة وانعقاد فصل تشريعي آخر للمجلس المنتخب فرصة كبيرة لجموع المواطنين للمشاركة في صنع القرار الوطني ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن لتحقيق المزيد من المكتسبات على الصعود كافة وبذلك يكون الموعد الانتخابي القادم للفصل التشريعي السادس استمرارا لما تم إنجازه من منجزات خلال السنوات الماضية ولا شك أن المواطن بما له من وعي وخبرة سياسية تراكمت على مدار السنوات الماضية قادر على اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق الكثير من الأمال والتطلعات في ضوء ما تشهده الساحة البحرينية من أجواء انفتاح ديمقراطي يتسع للجميع في يوم الاستحقاق الوطني الانتخابات المقبلة تمثل نقلة نوعية مهمة في مسار عملية التطور الديمقراطي في المملكة وذلك بالنظر إلى تاريخ تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في غضون السنوات القليلة الماضية والتي شكلت فيها الانتخابات علامة مضيئة عكست حقيقة سيادة القانون وإرادة الشعب فضلا عن أطر الشراكة القائمة والفاعلة بين الدولة والمجتمع بما يصب في صالح الوطني والمواطن يحضون الفخر بأن نكون دولة وشعبا يدا بيد ونحن نؤدي أمانة العمل والإنتاج وأمانة الوفاء والولاء وأمانة المسؤولية والخدمة العامة وأمانة التعاون والتكاتف لنؤدي للبحرين الغالية حقها وواجب خدمتها ترجمة نانسي قنقر